أستاذة هالة اتجوزت زواج عرفي وحضراتكم عارفين أنا موضوع الزواج العرفي والتصرع به شيء يعني لا يرتاحوا إليه نفسي لا ترتاح إليه نفسي أبدا المرأة لابد تكون الإسلام عزز المرأة وجعل لها حقوق وحقوق أدبية ومعنوية فإحنا نحافظ عليه إحنا بني النساء نحافظ عليه طيب أنا دلوقتي اللي حضرتك بتقولي الزوج كان عايزك لما اتفقته مع الزواج العرفي ما تحمليش وحصل حمل وهو يعني أرغمك على الإجهاد هل أنت بتأثمي ده سؤال حضرتك الأصل في الإجهاد الأصل فيه المنع إلا لضرورة كما هو مذهب المالكية وكان لازم أفكر به بردو لأن مذهب السادة المالكية شايفين أن حتى لو قبل نفخ الروح هيبقى فيه جناية على شيء حي اللي هو بداية خلق الإنسان وإن الإنسان لابد أن يحترم في جميع مراحل خلقه ده رأي المالكية لكن لا حرج وفقا لمذهب السادة الشافعية بجواز الإجهاد قبل المية وعشرين يوم وهم عندهم الجواز على جهة الإطلاق بالنسبة بقى الوضع في هذه الزيجة لابد من تصحيح الوضع الخاص بهذا الزواج ونتوب إلى الله ونستغفر إليه نتوب إلى الله ونستغفر إليه سواء أنا أخذت بهذا القول أو بذاك القول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون شكرا